زي ما الميستر كولر قال في المؤتمر الناس اللي بتكلموا على التشكيل وبتكلموا على التغيير قال يا جماعة خدوا بالكم انتو بتكلموا ما قبل يعني انا لو كنت اعرف اللي هيحصل ما كنتش اعمل ده انتو بتتكلموا على القرار بعد ما صدر وتنفذ فانتو بتقيموه بعد تنفيذ بعد عيوبه مبانت بعد ما ظهرت وظهرت عيوبه لكن في الاصل ايه كانت وجهة نظره وهي الكرة كلها على بعضها كده وجهة نظر فنياتها كلها وجهة نظر انت بتفترض حاجة هو بيفترض حاجة هو عنده سيناريو معين قد يصادف ويتحقق وقد لا يتحقق لكن خلينا نقول انه الاصل في الموضوع انه مارسل كولر مدرب كبير مدرب مركز في التفاصيل زي وزي اوغوستي بوش ايوها كواس اللي جبت سيرة الرجل اوغوستي بوش ماشي في السنة للسنة التانية يعني دي البطولة السادة اللي بياخدها مع الاهلي لما يقلش في مباراة الجمهور يزعل لكن يرجع الحياة في المباراة الاخيرة يدرك قيمة الجمهور وتأثير الجمهور وبعد الفوز على الاتحاد في دور المرتبط ادي اوغوستي بوش صديقك العزيز حريص انه يروح لحي جمهور الاهلي ويشكره هو مدرك قيمة الجمهور على فكرة اللقطة من غيرته على الفريق من غيرته على الفريق لما احتاج على الجمهور انه عايزوا لهم ما تحبوش لدرجة ضرنا يعني انتوا بالسباب غير مبرر كبتوا الفريق الرجل متفاعل جدا مع النادي الاهلي ما شفتش مدرب مدي قلبه مع النادي ومع جماهيره ومع فرقته بالمنظر ده وحالة الالتحام دي هي احد اسباب النجاح ولزال الجمهور الاهلي ما زعلش منه على فكرة لما اشعرف انت بتقول لي قلتلك ايه ما تحاولش ياللي عايز توقع بين بوش وجماهير الالي ما تحاولش طالب ما حاولوا قال لك عمل اشارة وما عملش بعد ربط الزمان ما تحاولش لان الراجل هو عارف ان الدعم بتاع الجمهوره هو جزء كبير من نجاح والجمهور عارف ان الراجل ده عمل كده من حبه لنجاح الفرقة ولما خد التكنيكا الفاول انزعج ما يبقاش منه كنتو يعني مش انتو اللي سببوا لي ان انا ممكن اخسر بالتكنيكا الفاول ده فعادت الناس اللي كانت عايزة تستطفر مع العكرة ما تحاولش ما تحاولش